السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تعلم ما هما أعظم صيغتين للاستغفار أثناء السجود نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسجد العبد لله عز وجل أحبابي يكون في أكبر صور الخضوع والخشوع لذلك كان مناسبا جدا أن العبد يدعو وهو في تلك الحالة الخاشعة أن يدعو ربه أن يغفر له الذنوب ولذلك حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على طلب المغفرة من الله أثناء السجود بل كان من سنته صلى الله عليه وسلم أن يستخدم صيغا معينة تشمل كل الذنوب وذلك حتى نحقق أكبر فائدة من الاستغفار والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه وما ترك شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم وبين أيدينا يا أحبابي الآن صيغتان في غاية الروعة والجمال ينبغي أن نقرأهما وأن نحفظهما وأن نواضب على الدعاء بهما أثناء السجود الصيغة الأولى ما جاءت عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره أعيد مرة تانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده أي أثناء السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره نلاحظ في الدعاء هذا حبيبي أن يشمل كل أنواع الذنوب الذنوب البسيطة والكبيرة أول الذنوب وآخر الذنوب الذنوب التي تكون في السر والتي تكون في العلانية فهذا الدعاء يشمل كل أنواع الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى الصيغة الثانية جاءت يا أحبابي في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الحديث الذي حينما جاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق حبيب النبي وأقرب الناس إلى قلب النبي رضي الله عن أبي بكر وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد جاء الصديق وقال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر صيغتين في غاية الروع والجمال تشمل كل الذنوب وتجعل الإنسان يفوز بالمغفرة وبالرحمة أقول لكم الصيغتين مرة تانية بس نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم الصيغة الأولى كما عند مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجودي ويريت اكتب ورايا كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يقول في صلاتي كما في الصيحين قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الله أكبر يبقى نحفظ الصيغتين دولة ومن انساش بقى دعاء سيد الاستغفار الذي جاء عند البخارية أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قاله من الليل موقنا به ومات في تلك الليلة كان من أهل الجنة ومن قاله بالنهار وهو موقن به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى أرأيتم كيف تأتيكم هدايا النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تنتهي أبدا اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه أعظم صيغتين للاستغفار أثناء السجود أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته